اشتركوا في القناة برنامج افتر ايفكت طبعا سبق واستخدمت هذا القالب على قناة عالمكم وكان الانطباع جدا جميل والعديد من من سألني كيفية الوصول والحصول على هذا القالب فلذلك انا قمت بتوفير هذا القالب على موقع عالمكم بامكانكم الوصول الالو بيسر ان شاء الله وتعالى وايضا سيكون مضمى مع هذا القالب اضافة اليمينت ثري دي وتفعيلها ايضا وفيديو يشرح عن كيفية اضافتها الى برنامج فقبل ما نبدأ بلقانة جميل لهذا اليوم فضلا وحبا وتكرما من حضراتكم التفاعل على هذا الفيديو وترك التعليقات واذا كن ضيف جديد على قناة حكاية شغف من اتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من احمد صالح كل جديد ويلا مباشرة لحتى نبدأ بلقانة جميل والعطير مع حضراتكم لهذا اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم يا اصدقائي مرة تانية بلقانة الجميل مع حضراتكم بشرح لقالب سلايد شو سلاسي الابعاد وتوفيره على منصة او متجر عالمكم طبعا بعد ما تقوم بالحصول على القالب طبعا الرابط سيكون متاح لحضراتكم بوصف هذا الفيديو ستحصل على ملفين القالب سيكون فيهم ملفين ملف القالب نفسه وملف اضافة الاليمنت السريدي وبداخله سيكون في عنا فيديو بيشرح كيفية تفعيل او تثبيت وتفعيل وتشغيل هذه الاضافة اما القالب المشروع هذا هو بعد ما نفك الضغط عنه ونفتح المجلد تمام ومنشغل المشروع رح نحصل على هذا المشروع ببرنامج الافتر ايفكت مثل ما نشايفين يا اصدقائي كل ما هو مطلوب مني الان بعد ما قمت بتشغيل اضافة الاليمنت السريدي بداخل الافتر ايفكت فالقالب رح يشتغل معي بكل يسر وكل مرونة وسلاسة ما فيه اي مشاكل كل ما هو مطلوب مني الان ابدأ باستبدال او وضع الصوريات واستبدال النصوص طبعا فيديو او صور ما عندك مشكلة بالموضوع طيب انا باي مكان ممكن اضيف الصوريات على المشاهد تمام ولكن عندي هذه هي اول لقطة كيف اضيف عليها الصورة وايضا كيف اغير بالنصوص طبعا هي نفس الطريقة نستخدمها في كل مكان يتم في عرض مكان سكرين او شاشة لوضع صورة او فيديو وعندي النص نفس الطريقة بتوجه الى قائمة العناصر الخاصة بالمشروع على يسار شاشة الافتر ايفكت وبشوفي عندي مجلد يسمى بليس هولدارز لما افتحه يعطيني المشاهد كامل في عندي اربع وعشرين مشهد ممكن اضيف عليه الصوريات يكفي النقر المزدوج على اي واحد منهم بقرب المشيرة شوي فخلاص فتح معي بشكل نظامي الآن مطلوب اني اضيف الصوريات طيب انت بيكون عامل مجلد للفوتو مثلا او عامل مجلد للفيديوهات وبضيف فيه العناصر قلني اسكر وانقر نقر مزدوج واضيف عناصر موجودة عنديها من سطح المكتب كنت مجهز بعض الصوريات واللي يكون على سبيل المثال نعطي امبورد وهذه كلية منسحبها الى داخل مجلد الفوتو فسا اغلقت او فتحت المجلد يبصير عندك يسر بالموضوع يكفي النقر لمرة واحدة على الصورة حتى يعطيك معينة بالاعلى ننقر مع السحب تظهر لي الصورة بهذا المكان طبعا بالسكرول ممكن انا اقرب وابعد المشهد الامامي في الكمبيزيشن عشان اشوف المعينة بشكل كامل افترض الصورة كانت حجمة اقل فكيف ممكن اكبرة او اصغرة يكفي النقر على الزاوية يكفي النقر على اي مقبض من مقابض الزاوية بعد ما اقوم بالنقر اضغط مفتاح الشفت لحتى يتفعل معي تناسب الطول للعرض وممكن انا اخذ الصورة باي وضع اكبرة او اصغرة واسحبها لاي مكان خلاص بقوم باغلاق هذا الكمبيزيشن وبرجع الى المكان الاصل اللي احنا كنا عليه اللي هو موضوع القالب ولو شغلنا راح نشوف الصورة انوضعت بطريقة جميلة على الشاشة والامور كلها بخير ولا اجمة من هيك هي نفس الطريقة انا باستخدمها لاضافة كل الماتريال المرئية وكل المواد المرئية على الاربعة عشرين مشهد الموجودين عندنا بهذا المكان خلاص انا بروح الى ابليز هلدر تو وصمة ثري وفور وفايف وانا ماشي تمام يكفي النقر مزدوج وبسحب الصورة تمام خلاص والامور كلها بخير بس فقط كل ما هم اطلوب منك انك تضبط الصورة بالطريقة يلي بتناسبك هذا بما يخص موضوع ايش هذا بما يخص موضوع المواد المرئية صورة او فيديو اما موضوع النص موضوع النص بكل بساطة راح توجه الى وفي عندي عشر نصوص مكتوبة ضمن هذا القالب فيني انقر على النص الاول اشوف معينته بالاعل ويفتح لي معي هذا النص وهذه الالوان وهذا نوع الخط الموجود الامور كلها جيدة اذا حبيت انا اكتب بالعربي او اني انا اشتغل بالانجليزي اذا بالانجليزي الامر كله متاح في كل ما هو مطلوب منك تستبدل فقط النص الموجود اما العربي راح نستعين بمنصة لتحويل او عكس محارف اللغة العربية لانه في عندي اشكالية بهذا الموضوع طبعا راح يكون معكم بوصف هذا الفيديو رابط لهذا الموقع يلي من خلالهم مثلا بيحول لي الاحرف او بيحول لي اللغة العربية بيعطينيها معكوسة لحتى تندعم في برنامج اللي ما يدعم اللغة العربية الان خلني على سبيل المسال اكتب حكاية شغف وناخد نسخ وتحويل لاحظ المحارف كيف تم عكسها طيب باجي لهون بعمل وبعطي لصق الكلمة الجديدة تمام اللي هي الاول نص الجديد هو الحكاية شغف وببدأ بتنسيق النص خلني اول شيء اختار نوع خط وليكن عندي هذا النوع ممكن ازغر الحجم بهذا الشكل ممكن اختار اداة السليكشن وانا احرك لاي مكان انا محتاجهم خلاص والامور كلها بسيطة والاجمة من هيك هذا هو كل شيء مطلوب منك في موضوع تعديل النصص طيب نحن الان لو رجعنا الى القالب الاصل هذا هو تمام وبدأنا بالاستعراض لاحظ ان حكاية شغف كيف ظهرت معنا فلكيفية الكتابة بالول العربية الامر ليس بالصعب فقط انت تحتاج هذا الموقع لتحويل المحارف وتستبدل النصوص باللغة العربية والانجليزية تتركها على حالة اذا انت مانك مضطر لعرض النصوص العربية بعد ما ننتهي من اضافة المشاهد المصورة والنصوص كاملتان نتوجه الى قائمة الكمبيزيشن ونختار ادتو رندر فبيفتح معي رندر مثل ما نشايفين طبعا مضبوط على الاتش 264 بداية تنبتركها مثل ما هي لانه اعلى دقة واقل حجم ومن ثم فقط مطلوب منك الاوتبوت 2 يعني رح تم التصدير او الرندر لأي مكان وممكن نختار مكان معين بسطح المكتب مثلا بأي مجلد ومنعطي اسم ومنعطي save فقط للملاحظة نقوم بتفعيل مفتاح الكابس لوك عشان ما يستهلك من طاقة الجهاز ويقفل عندي البروفيو لاحظ البروفيو تم قفله تمام وانقر على مفتاح الرندر وبعد ما يتم معك الرندر بشكل كامل ناخد هذا الفيديو الى برنامج الادوبي برمير لحتى نضبط مع الساوند ايفكت او الميوزك بالعموم سواء مؤثرات صوتية او موسيقى بيئة الخلفية او اذا كان في عندك تعليق صوتي الفويس اوفر هذا كان محور لقائي مع حضرتكم اليوم اتمنى ان شاء الله اكون قدمت شيء لائق فيكم كالمعتاد ففضلا وحبا وتكرما لا تنسوني من دعاكم بداية وتفاعلكم ثانيا لحتى نقدم لكم المزيد طبعا كافة الروابط موجودة في وصف هذا الفيديو بما فيهم الرابط رح ينقلك الى صفحة شراء النقاط او بقات النقاط في موقع عالمكم يلي بتسهلك امكانية الوصول من خلال شحن رصيدك الى اي قالب من افضل واجمل واحدث قوالب المنتاج ولا تشوف المبلغ كبير فالمبالغ هذه عبارة عن مصاريف خدمة فقط لا غير ان شاء الله وتعالى دمتم برعاية الله محبكم احمد صالح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة